هلا فلا هلا فلا هلا فلا مع الاغنية الرائعة مع الصوتها الفيروزي اعزائي منبدأ مشوارنا الصباحي معكم بفقراتنا المتنوعة بها الصباح من هلا حتى الساعة العاشرة صباحا على الهواء مباشرة خليكم معنا بها الفقرة اعزائي رح نحكي عن المخدرات الرقمية هي يمكن موجودة من الفترة لكن بمؤخرا تم تداولها والحديث عنها بشكل كبير في وسائل اعلام ايش هي المخدرات الرقمية من الفئات اللي بيستهدفوها خطرها كيف ممكن نوجه نصائح للأهل حتى يقدروا يتجنبوها ابنائهم ان شاء الله الله يبعدها عنها معنا بها الصباح رئيس جمعية مكافحة المخدرات الدكتور موسى الداود للحديث عن هذا الموضوع صباح الخير صباح النور يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين صباحك سعيد دكتور موسى بداية شو هي المخدرات الرقمية يعني ممكن لما بنقرأ الاسم هيك بالأول يعني بثير الاستغراب يعني بداية هو الاسم أنا بعتبره اسم تجاري يعني خلينا نتفق من البداية هي المؤثرات الرقمية أو المؤثرات الصوتية مش بين قسين المخدرات الرقمية يعني هذا بداية أنا أتكلم بكلام علمي ما في شيء اسم مخدرات هذا الكلام العلمي غير المتداول والتجاري ما في عنا شيء اسم مخدرات رقمية تعريف المخدرات واضح لدى الجميع أنه هو أي مادة طبيعية أو مصنعة تسبب خلل في الإدراك مؤقت أو دائم بشكل كل أو جزئي ممكن جزء من تعريفنا للمخدرات ينطبق على المؤثرات الرقمية لكن مش كلها تنطبق عليها المؤثرات الرقمية أو الصوتية هي جديد قديم انتشرت في السبعينات القرن الماضي أيام ما انتشرت موسيقى للهارد روك والهيفي ميتل كان فيه أصوات بتنادي في أنه هاي الأصوات أو هذا النوع من الموسيقى ممكن يؤدي لنوع من الإدمان بعدين بعد فترة من الفترات في الثمانينات كمان رجع مرة ثانية صلتوا الضوء على موضوع الأصوات مع بداية استخدام التكنولوجيا الباينرال اللي هي ثنائية أو ازدواجية الموج الصوتية اللي تختلف بين اليمين واليسار تم استخدامها في العلاجات في موضوع علاجات ضغط النفس وبعض الحالات النفسية وحتى في اليوغا الباينرال تستخدم كتكنيك يستخدم من زمان يعني في عالم اكتشفها في الـ 2010 صدر تكنولوجيا جديدة استخدمت وظفة الباينرال أو اللي هي ازدواجية الذبذبات حتى انها تعمل على انشاء موجات جديدة داخل الدماغ بتشتغل على الفرق بين تردد الصوت في الأذن اليمنى عن تردد الصوت في الأذن اليسرى أثبتت الدراسات في وقتها عمل ضج كبير أثبت الدراسات في وقتها انه هذه التكنولوجيا وهذا الأصوات لا تسبب الإدمان بالـ 2012 اجت الموج الأضخم طبعا صار فيه هلع في دول مجلس التعاوض الخليجي وبعض الدول العربية وكمان صار فيه اجتماعات ومؤتمرات على الموضوع أثبت الموضوع عدم جدية هذه الفرقة العلمية اللي صارت في 2012 الآن مع نهاية الـ 2014 صدر حديثا تقرير في دولة لبنان الشقيق انه بتلقي الدوع على موضوع المخدرات الرقمية بين قسين هذا التقرير سبب هلع لدى المواطنين المواطنين العرب من أقصى الشرق لأقصى الغرب في الوطن العربي وبدأت فعلا دول بأخذ اجراءات احترازية واحتياطية للموضوع بنشوف الآن في خطوات على أرض الواقع في دولة السعودية في المملكة العربية السعودية في الكويت في الإمارات في لبنان للوقاية من هذا الموضوع لأنه شكل هلع موضوع التكنولوجيا الرقمية هي مادة سهلة الوصول بمعنى أنه هي ليست مادة تستنشق أو تشرب أو تدخن متوفرة أساسا هي عبارة عن موجات صوتية ملفات mp3 بسيطة كل اللي احنا بحاجة إلو اتصال بشبكة الانترنت جهاز موبايل أو جهاز كومبيوتر أو جهاز آيبود أو جهاز mp3 بلاير وسمعت نعم فأنتي تخيلي المادة هي سهلة سهلة الحصول عليها هي عبارة عن ملفات على شكل mp3 هذه الملفات اللي فيها مش موسيقى اللي اسمعتها مش موسيقى عبارة عن ضوضاء ضجيج مجموعة من الأصوات المركبة بطريقة غريبة جدا مجعجة جدا للمستمع لازم يستخدمها ضمن تقوص معينة لازم يكون لابس ملابس فضفاضة يتمدد يغطي على عينيه حتى يركز في غرفة خافتة الضوء اللي بعمل هيك لازم اسمع soft music المفروض soft music وحط السماعات على دليل هذه الأصوات هي عبارة عن مجموعة من الذبذبات المسموعة والغير مسموعة بتختلف درجتها بين اليمين الأذن اليمنى والأذن اليسرى بمعنى أنه هي بتبدأ من 200 أو 300 ميجا هيرتز لغاية 1500 ميجا هيرتز بتكون فيه فرق من 10 إلى 30 ميجا هيرتز بين الأذن اليمنى واليسرى هذا الفرق شو بيعمل في الدماغ؟ هذا الفرق بيخلي الدماغ يخلق أو يعيش في حالة تختلف أصلاً عن الواقع الموجود لأنه موجات مختلفة هذا الفرق بيخلي فيه موجات دماغية جديدة مش متعودين عليها هذا بيسبب نوع من الأثر على الجسم بشكل عام هذا الأثر في الفروقات البسيطة ممكن يكون بيساعد على الاسترخاء هذا نظرياً أثبتوا العلم نظرياً لكن ماذا لو زاد الفرق؟ اللي هم بيسموها أوفردوز بيصير فيه عندنا مشكلة الآن أنه ممكن تأثر على خلايا الدماغ وتتلفها وإذا وصل الدوز لأعلى لدرجة عالية تقتل الدماغ وبالتالي بيصير فيه عندنا حالة الوفاة هذه الدرجة هي خطيرة طبعاً يعني خطورة المخدرات الرقمية أو المؤثرات الرقمية اللي مسماها زي ما اتفقنا من البداية هي مؤثرات رقمية أو صوتية خطورتها تكمن في أنه هي مجموعة من الأصوات الحادة مسموعة وغير مسموعة هذه الذبذبات والموجات الصوتية هذه الموجات الصوتية من شأنها أنها تتلف خلايا الدماغ نحن نتفرج على صورة يمكن هي دكتور نعم هذا نوع من مرور كناية عن مرور الموجات عن طريق الأذن إلى الدماغ كيف ممكن أنها تأثر في الدماغ نحن في صورة ثانية بتبين بتوضح الفرق بين الأذن اليمين والأذن اليسرى في موضوع الميجاهيرتس هما استخدموا تقنيات مختلفة نعم الآن تجارياً كيف استفادوا منها؟ يعني فيه دائماً عصابات طب هي تباع ولا هي؟ طيب أنا الآن رح نحكي عن الموضوع يعني شوف هذا أحد المتعاطين للموسيقى الرقمية شكله كأنه بيتعاطى مادة المروين نعم عن طريق الحقل لكن هو عم يستمع لنوع من الموسيقى هذا أول نوع من الأصوات أنا بحبش أسميها موسيقى لأنها لا ترقل أن تكون موسيقى هي مش موسيقى لا تطرب لها الأذن أبداً ولا يعني ملحاش أي طبقة أو أي مقام لا غربي ولا شرقي ولا فيها أصوات ما يعني جرد فيها أصوات مزعجة مزعجة جداً بمعنى أنه مستخدمها رح يوصل لمرحلة أنه بدي تفجر انت تخيل حالك في مصنع فيه صوت رتم معين بيتكرر طبعاً حتى يحصلوا على هذه الملفات مدتها من نص ساعة إلى ساعة ونص يعني بدي يظل مستمر في سماع هاي النغمة أو الصوت أو الذبذبات الصوتية لفترة لا تقل عن نص ساعة فتخيلي هذا الوضع الديجيتال درقز يعني الآن هي الترند الجديد اللي موجود تجارياً أصبحوا يوظفوا الأسماء المخدرات الحقيقية في أسماء الملفات هاي فمنشوف أنه في ملف اسمه ماريوانا ملف اسمه هوروين ملف اسمه كريستل ميث ملف اسمه كوكاين وهيك ممكن أساساً ياخدوهم إلى طريق أخرى الآن احنا بنحكي عن الخطر الفعلي لكن أنا في عندي مخاوف هنا احنا في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات لأننا قريبين من المشكلة داخل مجتمعنا الأردني وحتى المجتمع العربي خوفاً الخوف الأكبر من موضوع المخدرات الرقمية أو المؤثرات الرقمية هو الإيحاء اللي بتوضع فيه المستمع إن كان مراهق أو ضعيف في النفس الآن هو بدأ فيه عنده حب الفضول والتجربة يعني احنا ما بدنا نقع بفخ إنه نروج لموضوع المؤثرات الرقمية لكن هي مخاطر لكن هي مخاطر الآن أنا بدأت حدث عنها بشكلها العلمي الصحيح وحطها في مكانها الصحيح المؤثرات الرقمية هي تؤثر على خلايا الدماغ تؤثر على عصاب 100% تسبب إدمان ولا تسبب إدمان هذا الموضوع إحنا بنرجع لتعريفنا وتعريف الأمم المتحدة ووزارات الصحة وتحاد وزارات الصحة والصحة العالمية فإن المخدرات هي عبارة عن مواد إما طبيعية شبه طبيعية أو صناعية بتأدي لأخذة في الإدراك مؤقت أو دائم جزئة أو كل ولكن الإدمان له أشكال كثيرة دكتور إحنا ممكن أنا ممكن أدمن على شيء طبيعي ممكن أدمن أني أشرب في الجنة على تليفون على الجنة الأهواء الإدمان النفسي أو الاعتياد لأنه حتى نفرق بين الإدمان إحنا عرفنا المخدرات الإدمان هو أنا بدي أضطر أخذ جرعة مجبر إذا وصلت لأني أخذ شيء مجبر أو أعمل ممارسة بشكل إجباري فهو هذا الإدمان إحنا لدينا الإدمان نوعين نوع اللي هو التعود النفسي وفي عندنا الإدمان الفيسيولوجي أو الجسماني الإدمان الفيسيولوجي أو الجسماني اللي هو بيصير في المخدرات الحقيقية أنه بيصير ضمن تركيبة جسمي بمستوى معين إذا قل عن هذا المستوى جسمي بيطلبه إجباري هذا التعريف العلمي للموضوع نرجع لموضوع المؤثرات الرقمية أو ما يسمى بالمخدرات الرقمية الخطر الأكبر اللي إحنا بنستشفه هو لأنه المتلقي بيكون يتوقع مفعول معين أو بتوقع نتيجة معينة لدى سماعه هذه النغمات ما بيشوفها فبالتالي بيصير فيه عنده قابلية أنه يتجرب المخدرات الحقيقية وهون يقوم الخطر الآن أصبحت ما يسمى بالمخدرات الرقمية هي بوابة لاستخدام المخدرات الحقيقية إذن هي طريقة يمكن استخدموها مروجي المخدرات للوصول إلى ترويج المخدرات هو أشوف تجاريا تجاريا هم استفادوا ووظفوا أسماء المخدرات الحقيقية لترويج الملفات الصوتية وبدأوا فعلا يبيعوها أسعارها بمتناول اليد من ثلاثة دولار إلى ثلاثين دولار تختلف حسب الفايل ملف الـ MP3 آه هي تباع تباع من خلال الانترنت بيعطوا عينة مجانية في البداية مقطع صوتي بسيط حتى يجر الزبون لأنه في النهاية هي عندهم بضاعة رخيصة ما لهاش أي معنى ألسقوها بأسماء ممكن تكون جذابة للغير فبدأوا يبيعو ويربحوا على فكرة أرقام مهولة أرقام مهولة من جيوب الناس المساكين من جيوب المراهقين وأهليهم والخطر في عندنا تسجلت حالات وفاة بسبب عفوا بسبب حالات الفرق الكبير بين الذبذبات الصوتية بين الأذن اليمنى واليسرى هذا أدى إلى أنه يصير في عندنا بعض الحالات الوفاة تسجلت في تركيا وفي أوروبا من الفئة التي يستهدفوها عادة أو من الفئة الأكثر الأكثر تضررا من موضوع المخدرات أو المؤثرات الرقمية هو فئة المراهقين والشباب نعم لأنه غالبا اللي يستخدم عقله صعب جدا أنه يتأثر فيها بشكل كامل ممكن يجربها بعدين يحس أنه شوهات يعني في النهاية عبارة عن نوع ضرب من ضروب الخيال إزعاج أنت تخيل ملف بينباعه فيه له طقوس معينة حكينا بيزوده فيه كمان كتاب من أربعين صفحة بيحكي عن طريقة طبقه طقوس سماع هذا الملفات الصوتية يعني أي شخص عنده لحد الأدنى من التفكير السليم والسوي صعب جدا أن ينجر في الموضوع هذا لكن فئة الشباب والمراهقين والمتلقين ذعاء في الأنفس هم الفئة الأكثر تأثرا في الموضوع وهم الفئة المستهدفة لأنه هم اللي قادرين أنه من خلال موبايلهم وبسجل لأنه من موبايل ينزل ألعاب ويشتري ألعاب فبالتالي بثلاثة دولار ممكن أنه ينزل mp3 فايل وأصلا نحن نرى أولادنا وشبابنا السماعات دائما بدينيهم ما بتفارقهم فهنا بييجي دور الوقاية نحن 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 أن الأسرة لها الدور الأكبر في الموضوع هلأ هون بدي ممكن شوي ركز أنه استخدام التكنولوجيا بطريقة خاطئة المهم أنه نحن نراقب أبنائنا كيف نستخدم التكنولوجيا الحديثة وإحنا يعني موبايلاتهم بإيديهم سواء كان التابلت كل شيء بإيديهم ومتنافسهم وإحنا اللي نوفر لهم إياك كبير نعم الآن أشوف التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين أن نحكف الموضوع هذا بما في الكفاءة صحيح إحنا ممكن نأخذ الجانب الحسن من الموضوع وممكن يسيء استخدام التكنولوجيا إلى مواضيع السلبية مثل أي تطور يعني صار في الموضوع كان في الموسيقى العادية في الأغاني في المواد الفيلمية في عنا العديد من المغريات في هذا المجال فبالتالي إحنا ضروري يكون في عنا رقابة متابعة وإرشاد هذولا الثلاث نقاط الرئيسية أنا كرب أسرة أو كمسؤول عن مجموعة من كان مدرس كان مربي كان بغض النظر حتى خطيب مسجد قص في كنيسة إحنا دورنا لازم يكون في عنا رقابة يكون في عنا متابعة ويكون في عنا إرشاد رقابة ومتابعة لوحد هلاتك لازم يكون فيه إرشاد لأنه مهما كنت أنا صارم في رقابتي ومتابعتي إلا أنه بيصير في عنا نوع من الجنوح نحو الانحراف لكن لما يكون فيه إرشاد مترافق مع المتابعة والرقابة بيصير فيه عنده هو رقابة ذاتية من النمي الرقابة الذاتية لدى أفراد أسرنا لدى الشباب الموجودين مننا هذا الرقابة الذاتية هي جدا ناجحة أكثر من الرقابة الخارجية لأنه التفلط من الرقابة سهل الآن عم بدرسوا في كل الدول موضوع كيف ممكن يتصدوا لهجمة المخدرات بين قوسين المخدرات الرقمية هذا أنا بتوقع أنه مش رح يكون سهل يعني حجب المواقع أثبت فشل في موضوع المواقع الإباحية والسياسية حجب المواقع دائما في حلول أخرى بتخلي ممكن تحد بالموضوع لكن في النهاية اللي بدي يوصل على الموضوع المخدرات الحقيقية مع كل ميزانيات الدول وأكبر الدول اللي أعلنت فشلها على الحرب على المخدرات إلا أنه تنتقل المخدرات الحقيقية من دولة إلى دولة تطلع من مصادرها دول الإنتاج والتصنيع إلى دول المرور إلى دول الاستهلاك وهذا الحركة يصن لها بئات السنين كم الدول تصرف على موضوع المخدرات الحقيقية حتى أنها تكافحها وتكافح تنقلها والالتجار غير المشروع فيها إلا أنه ما زالت موجودة وفي تزايد إذن حكينا عن أخطارها صار فيه فكرة عند الناس عن أخطارها الحقيقي والفئة المستهدفة وكيفية مكافحتها لكن كمان بهمني الموضوع بدأ من لبنان ومنتشر في أوروبا لكن ما هو وضع الأردن مقارنة؟ أعتقد أننا فقط توعية الحمد لله وضع جيد صحيح الموضوع بدأ في أوروبا لكن بدأ تسليط الضوء عليه بسبب تقرير لمحطة تلفزيونية لبنانية هذا التقرير أثبت يعني مد الرعب في كل متلقي ومشاهدي هذا التقرير المشكلة بدأت في أوروبا وفي أميركا وتنتشر بشكل سريع جدا وتستغرب من سرعة انتشار وطبعا بسبب أنه تكنولوجيا وطبيعة انتشارها كثير أسهل من الأيام السابقة وصول كما يدعي التقرير اللبناني أنه في عندهم حالتين في لبنان نحن جمعنا في الأسبوع اللي فات في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات مجموعة من المعلومات بين الدول العربية والدول الغربية من خلال علاقاتنا بمنظمات المجتمع المدني الموجودة في الوطن العربي وحتى إقليميا ودوليا وجدنا أنه فعلا في عندنا حالات في دول مجلس التعامل الخليجي سجلت هذه حالات الاستماع وشراء المواد الملفات الـ MP3 وبنفس الوقت صار فيه مراجعات لبعض الأهالي لما بيشوفوا بعض التصرفات الغريبة لأبنائهم لأطباء العلاج الإدمان والجمعيات اللي تعنى في موضوع مكافحة المخدرات نعم دوليا المشكلة كبيرة جدا فيه أضرار عظيمة للموجات الصوتية بعيدة عن مشكلة المخدرات والإدمان هو إقرانها بموضوع المخدرات هو كان سبب تجاري لأنه فيه نوع من التشابه في بعض الحالات ولأنهم أطلقوا بعض المسميات على هذه الملفات بأسماء مخدرات حقيقية فأصبح فيه ربط كامل لدى المتلقي ولدى التاجر لأنه عم بيستفيد منها عربيا المشكلة نحن في تركيا أقرب دولة لنا كما يدعى التقرير سجلت حوالي 200 ألف حالة وفي عنا حالتين في لبنان والأرقام في تزايد يعني نحن الحمد لله بخير الوطن العربي هو بخير لكن في حالات تسجيل لما شيكنا على موضوع حالات الشراء من الموقع الخاص ببيع هذه الملفات وجدنا أنه في إقبال من الوطن العربي في كعديد من الدول العربية بدعة تصير نحن نتمنى أنه الله يحمينا ويحمي أبناننا ويحمي مجتمعنا من هذه الأفات مية في المية نحن الهدف منه توعية الموضوع جدا خطير هو يؤدي إلى التهلكة في النهاية أنا بدي أشكر التلفزيون الأردن أنه ألقى الضوء على هذا الموضوع بطريقة مهنية وبنفس الوقت بدي أدعي ربنا أنه يحمينا ويحمي شبابنا ويحمي مجتمعنا من كل الأفات ليس بس من المخدرات حقيقية أو المؤثرات الرقمية الله يحمي أبنائنا يا رب ويجيرهم من هذه الأفات ويبعدهم عنها أنا جهودكم خيرة في الجمعية دائما لمكافحة المخدرات دكتور موسى شكرا لحضورك معنا بهالصباح حياتك ألف عافية واجهودكم وترجمة نانسي قنقر